بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم الموارث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام الموارث ونخص الحديث عن توريث الأولاد لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بهم في بيان الموارث قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أن يأمركم بالعدل فيهم فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث وكانوا يورثون الكبار منهم دون الصغار فأمر الله سبحانه وتعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق فناسبا يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى قد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أن الله تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم قد ذكر الله تعالى في هذه الآية حكم اجتماع ذكورهم وإناثهم وحكم اجتماع الإناث منهم وحكم انفراد البنت الواحدة فقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين يعني إذا اجتمع الذكور والإناث فإنه يأخذ الذكر من الميراث ضعف ما تأخذه الأنثى سواء كانوا من أولاد الصلب أو من أولاد البنين وهذا باتفاق أهل العلم فمتى اجتمع الأولاد وأولاد البنين ذكور وإناث اقتسموا الميراث على هذا النظام للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا كان هناك بنات صلب واحدة فأكثر أخذت البنات الثلثين وأخذت البنت إذا انفردت النصف والباقي لأولاد البنين للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا في درجة واحدة أما إن كانوا متفاوتين في الدرجة فهذا فيه تفصيل يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ثم قال تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف هذا حكم فراد الإناث من دون الأولاد فللواحدة النصف ولما فوق الاثنتين الثلثان ويدخل في ذلك بنات الصلب وبنات الإبن عند عدم بنات الصلب وإن اجتمع بنات الصلب وبنات الإبن فإن استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الإبن المنفردات وإن لم يستكمل البنات الثلثين بل كانت بنتا واحدة ومعها بنت ابن فأكثر فللبنت النصف ولبنات الإبن السدس تكملت الثلثين سواء كانت واحدة أو أكثر لألا يزيد فرض البنات على الثلثين وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي قيس الأودي عن هرقل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى فسأله عن ابنة وابنة ابن واخت لأب وأم فقال للابنة النصف وللأخت ما بقي وأت ابن مسعود فسيتابعني فأتى ابن مسعود فذكر له ذلك فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف وللابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت قال فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم وبهذا رجع أبو موسى إلى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما لما بلغه وبهذا قال عامة العلماء إلا ما روي من خلاف بسيط لا يؤثر والله أعلم قد أشكل على العلماء قوله تعالى في البنات فوق أثنتين فإن ظاهره أن الثلثين فرض الثلاث من البنات فأكثر وما دون الثلاث لا يأخذن الثلثين وبهذا تمسك ابن عباس رضي الله عنهما في أن للبنتين النصف فقط وذهب الجمهور إلى أن للبنتين الثلثين كالثلاث وحكى بعضهم الإجماع على ذلك وقياسا على الأختين حيث قال سبحانه في حقهما فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك كما يدل على ذلك السنة الصحيحة من حديث جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثم وما بقي فهو لك رواه الخمسة إلا النساء وحسنه التلمذي وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية وبيان لمعناها واللفظ إذا فسر كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير ولا سيما وأن سبب نزول الآية قصة ابنتي سعد بن الربيع وسؤال أمهما عن شأنهما وحين نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما لكن يبقى الجواب عن كلمة فوق في الآية الكريمة ما معناها قال العلامة الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن البنات إن كن ثلاثا فصاعدا فلهن الثلثان وقوله فوق اثنتين يوهم أن الاثنتين ليست كذلك وصرح بأن الواحدة لها النصف ويفهم منه أن الاثنتين ليست كذلك أيضا وعليه ففي الآية وعليه ففي دلالة الآية على قدر مراث البنتين إجمال وقد أشار تعالى في موضعين إلى أن هذا الظرف يعني قوله فوق لا مفهوم له مفهوم مخالفة وأن للبنتين الثلثين أيضا الأول قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين إذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع فلابد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة يعني أنهما يعادلان ذكرا واحدا إلى أن قال فبهذا يظهر أنه جل وعلا أشار إلى ميراث البنتين بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين كما بينا ثم قال الموضع الثاني هو قوله تعالى في الأختين فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك لأن البنت أمس رحما وأقوى سببا في الميراث من الأخت بلا نزاع فإذا صرح تعالى بأن للأختين الثلثين حلم أن البنتين كذلك من باب أولى إلى أن قال فإن قيل فما الفائدة في لفظة فوق أثنتين إذا كانت الإثنتان كذلك فالجواب من وجهين الأول هو ما ذكرنا من أن حكم الإثنتين أخذ من قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم وإذن فقوله تعالى فوق أثنتين تنصيص على حكم الثلاث فصاعد الثاني أن لفظة فوق ذكرت للإفادة أن البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهنما بلغ وقال ابن رجب رحمه الله وبقيها هنا قسم ثالث لم يصرح القرآن بذكره وهو حكم انفراد الذكور من الولد وهذا مما يمكن إدخاله في حديث ابن عباس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر فإن هذا القسم قد بقي ولم يصرح بحكمه في القرآن فيكون المال حينئذ لأقرب الذكور من الولد والأمر على هذا فإنه لو اجتمع ابن وابن ابن لكان المال للإبن ولو اجتمع ابن ابن وابن ابن ابن لكان المال كله لابن الإبن على مقتضى حديث ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ترجمة نانسي قنقر